مرد فرط الحساسية او الحساسية ازاي ده انه في عائل بيبقى حساس قوي وعائل في انسان حساس جدا في حاجة اسمها كده اه بيعمل تطخيم للأفكار يعني بيعمل تطخيم للمواقف ده اسمه خطأ من اخطاء التفكير اللي هو بيقول يعني انسان موقف عادي بس ده مش مرد نفس بصي نوصف لمرد نفسي بيقى فيه مجموعة حاجات عشان نحدد مش حاجة واحدة يعني بالنسبة لأي مرد ليه مجموعة اعراض مش حاجة واحدة اقدر اقول عنه انده مرد نفسي لكن لو كمنا على فكرة ان انا حساس نحية الافكار او نحية الاشخاص دي فيه شخصيات حساسة دي فيه شخصيات تجنبية تبعد عن الاخرين لكن المواقف اللي بتتضخم يمكن اعام معك موقف تاخدي عادي هو نفس الموقف اتعام مع حد تاني حد تاني ضخمه وكبره هنا تفكيره يعني احنا بنختلف عن بعض انا مثلا تعلمت هنا شوية مصطلحات او او اعراض او طريق التناول كل شخص للتعامل مثلا في مشكلة يعني فيه ناس شخصية مثلا عنادية سلبية اللي هو بيعاقب بالصمت العقابي او كده او يديك او يديك كلمتين من اوش لازمة وفيه شخصية عنادية ايجابية اللي بيقوم يكسر المكان ويبقوا اقول لكم ايه انا ايجابي يلا بياخد موقف فمامتها هنا دي تصنيف شخصيتها ايه والله حسب الوصف دي وصفته وانني بيحب مش شخص اوي كده نقدر لون عندها التراب شخصية نرجسية مثلا ده بيبقى شخصية نرجسية ولا ملمسة في النرجسية لزي ما بيقولوا لو التراب يعني لس اقول لك على حاجة التراب شخصية نرجسية عشان الشخصه لا محتاج تصريخ صدقيق ومحتاج يكون مختصة ولشخصه لكن في بعض الصفات من الحكي كده تقول ان هي كده تمام كده المعاملة القاسية انها مش عادة تستقل عن حياتها انها وصفها بانها نكادية رفضها الدائم مفيش محبة مفيش عطيفة مفيش عطاء كل ده ممكن نحطهم ضمن ده ضمن ده الاتراب تال